كتعانيليا من تسبوغات ومن نمشو الكلاف والوجه ديالك كله تشوت لك بالحروق ديال الشمس وكذلك حول فم ديالك كله عمر بالكحولية اليوم ما جيت و جبت ليكم احسن وصفة لغادي ترجعكم بالله ان شاء الله بيضي الحليب والوجه ديالكم صافي وممكن البناس تدير واحد تلحمهكم كامل يعني وصفة من راسكم تلرجليكم ماشي غير وصفة الوجه ماشي غير وصفة الجسم فهي كالضرب اليال اللمولاتي او صفورين بحجارة واحدة لالوجه وللعنق وللمناطق الحساسة وللجسم باكمله يعني احتل عندكم الويداتكم رجيلاتكم احنا تبارك الله فصل الصف هذا كان بو نمشيو نجيبو صني دلات كلاكياتات تلبسوهم هكدا يا مع بزاف ديال الحويجات والناس قوة لكن الكحولية الي كتكون في الرجلين او الي كتكون في الصباع كتخرج علينا ما كتخلي عندنا لغانا لتشي حاجة فاليوم ان شاء الله سأرجع لك لغانا لكم رجعك ان شاء الله سأعروسها من اول وجديد وخدز كوني متزوجة 40 سنة هذي فانتمنع تعجبكم وهذا الشي كامل سأقوم بوصفة الخل والسابون دوف سوف ترى صورة المصغرة تبارك الله الخل والسابون سأقوم بمثل من بين احسن ما جربت انا شخصيا في التبييد سابون دوف معروف بالمنافع والمزايا احسن ما جربت سابون دوف اسابون دوف سابون دوف سابون دوف سابون دوف سابون دوف زوين والوفعال والمنافع دياله كتيرة كتيرة لبناء جدا فكيما قلنا البناء سنحتاجه ان شاء الله سابون ضوف والخل ان شاء الله هذا ديال المائدة الملون غم باختاجي معكم لغوصات كيفاش كنخدمها انا لانه هذا فصل الصيف طبيعي الحال كان بغي يمشي والبحر كان مشي ولكن كان رجعه مشوطين برونزين يعني دروري ما كان ناخده اللويين ندك السميران فان شاء الله نصوب معكم هاد الوصفة هذين سمنا تعجبكم بليز 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 حبيبتي نبغي يكم كاملين الله يستر امركم والله يحفظكم ويعطيكم ما تمنيشوتها بطول تحت وتكبسوكم بسات لايكات باش هكذا تزيدوا تشجعوني وتابانسوا بينا القدام وانا كنسي لكم اللبناء تديروا لايك وكذلك تخليوا لي واحد الكمانتاغ ولا واحد الدعي والله يسهل عليكم باش هكذا تشجعونا على المزيد من تقدم والنجاح والاستمرارية فعلوا زي الجرس وخليوا لينا الارأة ديالكم وعلى بركتي الله حبيباتي امشوا باش نتعرفوا على مكونات الوصفة الطريقة ديال تحضير والطريقة ديال استخدام والاستعمال كما قلنا حبيباتي هنحتاجوا السابون ديال ضوف بالنسبة لضوف فيه بزاف ديال نكاهات كين هادا البنات اللي كيجيب الفاني والارغان انا نوريكم لأكلاغ ديالوك اجيها هكذا في القيوي دي ملون ديال السابون كيكون في هادك الباغ اللي كيكون في الخلف ديال السابون عندي ضوف بالخيار هادي كمسح بها البنات اللي عندهم لاساغن البنات اللي عندهم الهيلات السوداء عندهم اتفاخ العين هادا غزال انتوما صابون ديال الخيار فخاش كيحمقو كيهبل فيه 100 جرام لكل صابونا مويمنا نوريكم الانواع تبارك الله كينين انواع كتيرة كين هادا بالكوك ها هو كين هادا لونه بينك يعني بالورده هو غزال هادا البنات كيحمق شوفو شتوف غزال هادا وكذلك كينين بزاف زي النكهات كين بالحليب كين بالرمان هايا البنات هادي بالحليب اللي قتليكم شتوها هو وهاي هادا اللون هادا ديال الورد المهم را السابون تبارك الله انواع واشكال وكين هاداあのواع الاخري اللي غن وريكم مشي ضوف بالنسبة لبنات مثلا لما كيبغوش وضوف او ما فستطعتمش يجبو ضوف بغوش حاجه غيس عادية خيسه سابون ثلاثة دراهم ارغان الخزامة الحليب تبارك الله هذا والسخدم بالشرط مهم على بركتي الله انا سنتجز معكم بطريقة التطبيق وتحضير ان شاء الله ولكن تعرفوا على المكونات التانوية من غير سابون و الخلج تحتاج الى الحليب غبرة يعني الحليب المجفف هوا حبيبتي نعم كيف شو فخير لا ترجع لكم حليب المجفف نعم احتاج الى المولاتين بماء نعم ينشاء 170 جرام تحمق البنات هذه 7 دراهم وها сегодня 180 جرام مبجوج هم غزالين نحتاج صاشية الخميرة يعني خميرة وحدة على جدرة الخميرة لان البنات تبيض سابون سابون خليب غبرة الخميرة الحلوة تبارك الله كل مكوين ينسينا في مكوين واحد اخر سوف نحتاجوا كدليك حبيباتي الى الماء سواء ماء زهر ماء عادي ماء معديني سوف انت شنو بغيتي انا ندس عن دي المظهر لانه النسمة دي المظهر صراحة ما كنش بحالها البلد فعلى بركتي الله ندوزو لطريقة دي التحضير والحاجة تبعوا معي يعطوكم البنت المراحل وما تنسوناش من اللي لايك دي لكم سوف ناخدوا سوف نضع الكاثرون سوف نضع فيها اول حاجة هي الصابون وهنا لبنات ديري الصابون اللي حبت لخاطر ديالك لا نقول شك بالشرط ديري ضوب او لا ديري هاد النكاة او لا هاد النكاة ونطبيت حان نكاك تبقى اختيارية وما تاخدي حكاكا ونحكي لي فيها الصابون الكيمياء اللي بغيتي الى غير وجهك قلنلي الى وجهك و الجسم ديالك غير كتري باش مكترتي باش ممزيان ومنعوش لكم يا البنات على النظارة والبيوضية والوجهة تبارك الله الصافي حليب اللي كتعطيه لكم البنات هاد هاد الوصفة هاد ديال الصابون مهم لانها كتنقي تنقي بحل شعريسة غدري لاشو تبراي ما فعله تركها فما نلقاش لكم البنات حسن هاد الوصفة هاد قيمة ازوجه المخلوق سأتحار مقيمة قيمة بشاركة المخلوق الوصفة الوصفة موضوع موضوع نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب انشاء الكمية او دراء او ما يعرف الماء انا سنقوم بمقدار الماء او هم او عامرين نحركه جيدا امتوا ما حبيباتي وضع هذا الشيء فوق نار مهيلة المدة 10 دقائق حتى تعقد لنا الوصفة سوف نشرح لكم الطريقة لتطبيق الكرام يوجد تجعله برد لديه معك الحمام لديه في الدار لديه في البيت العرايسات وحتى الغير متزوجات الله يسهل علينا كاملين وكاملات بالاشياء اللي تفرحنا وبالاشياء اللي تسعدنا او بصحة والرحة و لا تنسونا لايك وانتوما البنات بعدما كانوا اضعها فوق النار مهيلك تدريجيا البنات تبدأ التعقيد يعني ما تبقى سائلة شو كودك السابون كيف اشكي وليلينا واحد النسمة يا البنات ديال ريحة السابون كتتحمق هذا المصفره منعوش لكم كيفاش غترجع لكم الجسم ديالكم صافي حليب الله و مبارك فيها يا البنات على دمان تغير جربوها واردو علينا في التعليقات ومشن ليش محاوفي أشي ومشن وشن ليش正GG ثلاثة ثلاثة سوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله سوف تبارد سوف نقدمها سوف تباريسات من أول جديد من أول جديد قسم جديد كحولية من أجل سوف تقوم بتعبير سوف يتعلق من أول و الجديد سوف تبارك الله سوف تبارك الله سوف تبارك الله و هذه الوصفة تبارك الله ومن بعد تبرد تتعقيد غير وحديتها و تقدمها بصحة و راحة سوف نعطيها تبارك الله الكيميا هذه هي الشكل لا تطبيقها بعد تبرد و تتعقيد تتعقيد تتعجن تتعجنها كسائلة تحتفظ بها و تضم حتى الأسبوع سوف نقوم بحدي و تتعجنها سوف نقوم بشكل مزلوب و يجب أن نقوم بمجزر و تتعجنها و نقوم بصفة و نقوم بحديث سوف نقوم بحديث و سوف نقوم بحديث و نضيفه 15-10 دقائق قمنا بيكب المصرح أن نزع الأخير ونزع الأخير ونزع الأخير ونزع الأخير لذلك قمنا بإعجاب الأخير ولكن قمنا بإمكانكم البصورة هذه الخل والسابون لأن تضعيني واحد التبيض ومدرحة ونزع الحمام و الحمد لله دائما كان البنات الأسرار ذي الوصفة الطبيعي لإنه النبها 날PM للخير ما كان بغي einen شغل راسنا ، كان بغيه الجامعة أو الفائدة عم Suppose حتى لฝغة البنات Mozart -... لكنavan governors ok بالحماى الحمام فشاركوها مع ابنائت و・・・أقعدكم وبسدياتكم ومشاركو فان شاء الله هكذا كل شيء يستفد والخير اللي كان بغيهنا今日 هو نريد إتجاب الجميع لديهم لديهم، النساء و stunning هذه الوصفة اليوم يوجد موضوع لغناشف خفيف الخل يوجد موضوع السابون يوجد موضوع موضوع الزيت السبار الزيت 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 في الموضوع يوجد موضوع زيت خلطيها تخلط بكل سهولة و بصفة اقتصادية السابون والخميرة المكونات لا يوجد احشاب كاملين في كل منزل مجبا مشترك اشتركوا في القناة يوميا كان نزل لكم الجديد و مع تحييتي لكم معكم في فيديوهات مقبلة ان شاء الله